هنوح لحلقتنا وهنبتدي بكرة اليد رجال كرة اليد رجال كان عندنا مباراة مهمة جداً مع سبورتينج من يومين المباراة دي كانت مهمة لأنها على صالة سبورتينج ودايماً بنتعثر الفترة الأخيرة في صالة سبورتينج مستر ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي ده أول لقاء لي مع نادي سبورتينج اللي بيقوده مدارد منتخب مصر السابق مروان جراجب والمباركة في نادي سبورتينج وملعب سبورتينج ملعب داية الفرق ما بتحبش تلعب عليه ملعب داية وبيخنق الدولية فالفرق دايماً كتعثر رحنا هناك قبل كده تعدلنا وروحنا قبل السنوات اللي فات وخسرنا يعني أصدقل إن المباراة كانت صعب والحمد لله دلنا الفوز وفوزنا الحمد لله بفرق هدفين الشوت الأول خلص فرق أربع أهداف الأول أربع أهداف الشوت الأول خلص 14-12 بهدفين إنما المطش كله خلص يعني بفرق هدف 1-27-26 وكان مهم جداً مكسب سبورتي كان مهم جداً مكسب سبورتي طيب موقف فرقاتنا إيه في الدور اللي إحنا فيه موقف فرقاتنا إن إحنا عندنا 12 نقطة 12 نقطة من فوز على سموحة بـ 25-20 الفوز على طلع الجيش 30-24 وبعد كده الفوز على البنك الأهلي 30-26 وبعد كده التعادل مع سموحة حلو الكلام 26-26 وطبعاً مطشنا القادم مطش مع نادي الزمالك المباراة القادمة مع نادي الزمالك هتكون يوم الخميس القادم في صالة أو مجمع الدكتور حسن مصطفى بديه 6 من أكتوبر وهنقول لحضراتكم أكيد الساعة كام يوم الأربعة إن شاء الله القادم الساعة 4 العصر هو مطشط اليد بيحبوا يعملوها 4 فدي المباراة المهمة ويمكن ده أول لقاء لنا مع نادي الزمالك بعد يمكن كان فيه لقاء مع مستر ديفيد ديفيدز قبل كده لما جيه تولى المسؤولية ولكن كان كان بعد يمكن فترة قريبة جداً مما تولى فيها المسؤولية ولكن ده أول لقاء بعد فترة من التمرين والإعداد والاستعداد واللقاءات إن شاء الله كلنا ثقة في اللعبين وكلنا ثقة في الجهاز الفني وكلنا ثقة في مجلس إدارة ناديل أو نشاط رياض إنه واقف بشكل كويس ورى الفرقة دي وإن إحنا إن شاء الله هنكون أفضل وهنكون أفضل المباراة دي مهمة ليه؟ المباراة دي مش ترتبية بس المباراة دي هتاخد بها نقاط هتتأهل بها للدور اللي بعد كده فإذا المباراة دي مهمة هيبقى فرق نص نقطة فرق نقطة الكلام ده كله مهم جداً عشان توصل في النهاية ما يقولكش لا ده فيه مطش لو كسبته لازم تكسب تتعادل تخسر يعني ما نخشش في الحسابات دي فمهم جداً مكسب مطش الخميس خاصة إن إحنا تعادلنا مع اسموحة فإن شاء الله لازم لا بدين عن المكسب يوم الخميس وأنا بقول لحضراتكم أنا عندي ثقة كاملة في هؤلاء اللعبين وبالطبع في الجهاز الفني وفي النشاط الرياضي في مجلس إدارة دي الفرقة دي إن شاء الله هتقدم أحسن ما عندها